مرحبا ولي الأمر يسرنا أن تسمعنا صوتك نحتاج إلى مدخلاتك كأحد أفراد مجتمع مدارس مترو النشفل العامة في مسودة الخطة الاستراتيجية الخمسية التي تركز على تحسين الفرص والنتائج لجميع الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية في جميع مدارس الإدارة التعليمية ونقصد بالطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية هم الطلاب الذين ليسوا أكفاء باللغة الإنجليزية ويحتاجون إلى خدمات تعليم اللغة في مدارسهم ولمعلوماتك عزيزي ولي الأمر فإن مدارس مترو نشفل العامة تخدم أكثر من 21 ألف طالب من الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية والذين يمثلون أكثر من 130 لغة تدعم الإدارة التعليمية هؤلاء الطلاب بمجموعة واسعة من البرامج والخدمات لكي يستطيعوا الوصول إلى المناهج ويزدهروا في المدرسة والمجتمع يريد مكتب متعلمي اللغة الإنجليزية والإدارة التعليمية ككل أن ترى هذه البرامج والخدمات تعمل على نحو أفضل لجميع الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية كما نريد أن نضمن أن الرؤية هي حقيقة واقعة وهي أن يكون لدى فريق مكتب متعلمي اللغة الإنجليزية في مدارس مترو نشفل العامة كل ما يحتاجه لدعم الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية في مختلف المهارات الاجتماعية منها والانفعالية والثقافية واللغوية والأكاديمية الضرورية للتفوق في التعليم العالي والعمل والحياة ومن أجل ذلك فقد اشتركت مدارس مترو نشفل العامة في نهاية العام الماضي مع مؤسسة بحثية تسمى المعهد الأمريكي للبحوث وأيضا يعرف هذا المعهد اختصارا بـ AIR لجمع المعلومات من الطلاب والأسر والمنظمات المجتمعية والمعلمين ومدراء المدارس ومسؤولي الإدارة التعليمية حول الأمور التي تعمل بشكل جيد والأمور التي تحتاج إلى تحسين في تعليم الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية حيث قمنا بتحديد بعض الأمور المشرقة وأيضا بعض المجالات للتطور استخدمنا هذه المعلومات لوضع خطة استراتيجية خمسية للطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية والتي سنقوم بتطبيقها نهاية السنة التقويمية الحالية سوف تؤثر الخطة من حيث التغييرات في السياسات والبرامج والممارسات للطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية في الإدارة التعليمية وسوف نركز على تطبيقها لمدة خمسة أعوام كاملة قبل أن نضع الخطة قيد التنفيذ نريد أن نتأكد من أنها تعكس ما تريد أن تراه أنت كفرد له قيمته في مجتمع مدالس متروناشفل العامة في نهاية هذا الفيديو سوف تسنح لك الفرصة لمراجعة محتويات الخطة المفصلة وتقاسم انطباعاتك وأفكارك حولها ولكن بداية نريد أن نريك الأهداف الكبيرة التي وضعناها للإدارة التعليمية ونتمنى أنك سترغب في معرفة المزيد وأن تتقاسم ملاحظاتك معنا تنطوي الخطة على أربعة أهداف رئيسية للطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية الهدف الأول هو المسؤولية المشتركة في تعليم الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية حيث سنعمل خلال هذه الأعوام الخمسة على تحقيق جعل تعليم الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية مسؤولية مشتركة بين فريق فعال وواسع المعرفة من معلمين وموظفين ومدراء على كافة المستويات في منظومة المدرسة الهدف الثاني هو التعليم المتكامل والفعال ويعني وجوبة وصول جميع الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية إلى فرص التعليم عالي الجودة والمتوازي مع المعايير والتي تحدث التكامل في تطوير اللغة القراءة والكتابة وإتقان المواد الأكاديمية والهدف الثالث هو طلاب مدعومون وناجحون حيث نريد أن نضمن أن توفر المدرسة بيئة مرحبة وداعمة للرفاه الاجتماعي الانفعال للطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية وتعلمهم الأكاديمي بحيث تؤدي إلى التطور والكفاءة في كل من اللغة الإنجليزية والمواد الأكاديمية أما الهدف الرابع فهو أسر مطالعة ومشتركة حيث تعني النتيجة الناجحة أن تكون أسر ومجتمعات الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية مشتركة بقوة وبشكل واسع مع مدارس مترو ناشغل العامة لضمان أن كل طالب من الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية يصل إلى أعلى طاقاته الأكاديمية والشخصية يمكنك أن تلقي نظرة سريعة هنا على ما تتضمنه الخطة الكاملة حيث لكل هدف من الأهداف توجد خمس غايات مميزة ومحددة ومرتبطة به وتوضح كيف ستكون عليه الإدارة التعليمية بعد تحقيق هذا الهدف مثل التي نراها هنا حول التعاون سياسات بيانات المدرسة وما إلى ذلك يمكنك أيضا أن تبدي رأيك حول الغايات بالنسبة للأهداف الأربعة فكر في الغايات كما يلي في حال أنجزت الخطة هذا ما أتوقع أن يتم تطبيقه أو هذا ما سوف أجده عندما أكون متواجدا في مدارس مترو الناشفل العامة ولمساعدة المجتمع لكي يبقى على الطلاء حول ما تقوم به الإدارة التعليمية سوف نقوم أيضا بوضع طرق لقياس التقدم المنجز نحو تحقيق الغايات وسوف نرفع التقارير بذلك مرتين في كل عام وفي الختام سوف نقوم بوضع مجموعة من الاستراتيجيات الفعالة والمكتملة بخطوات عمل واضحة لكي يعرف الموظفون في الإدارة التعليمية ما الذي يجب عليهم فعله لتحقيق هذه الأهداف حسنا متى يمكنك أن تدلو بدلوك كولي أمر؟ في الفترة الواقعة ما بين الثاني وسابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول سوف نقوم بنشر مسودة الأهداف والغايات على الموقع الإلكتروني لمدارس مترو الناشفل العامة بعدة لغات من ضمنها لغتك اللغة العربية بالإضافة إلى الخطة أيضا سنقوم بنشر نموذج المدخلات على الموقع الإلكتروني حيث يمكنك أن تتقاسم معنا آراءك بلغتك يمكنك أن تزودنا بآرائك دون الكشف عن هويتك في ذلك النموذج أما إذا اخترت أن تزودنا ببريدك الإلكتروني أي الإيميل بعد إكماله فسوف تدخل في قرعة للفوز بواحدة من خمس بطاقات من والمارت بقيمة عشرين دولار في حال لم يكن باستطاعتك إكمال النموذج يمكنك الاتصال على الرقم 615-259-8608 ثم اختيار الرقم 9 مباشرة لتقاسم آراءك حيث سيقومونهم بدورهم بتوصيلها إلى فريق البرنامج يمكنك أن تستخدم هذا الرابط أو رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى الخطة الاستراتيجية ونموذج المدخلات على الموقع الإلكتروني لمدارس مترو ناشفل العامة وللتذكير فإن فترة تقاسم الآراء والمدخلات ستكون من الثاني إلى السابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول لذلك تأكد من أن تزور الموقع خلال هذه الفترة وأن تتقاسم آراءك معنا شكرا لكم على وقتكم وانتباهكم ونتطلع إلى الاستماع إليكم قريبا طاب يومكم ودمتم بخير